يا فندم ده فرعات جرايد والسيادتك عارف جرايد المعارضة طبعا طبعا مع السلام يا فندم صورتك من وارك جرايد يا نجدت شفتها يا فندم بس روحيات أولادي ادتهم صورة كبيرة لساعتك ما نزلوا هاش الجبلة لحسن حظك إنها ما نزلتش مع الكلام البايخ اللي ساعتك صرحت بيه فابراك يا فندم فابراك حضرتك عارف جرايد المعارضة هو يعني علشان شوية عيال بايزة بتشرب مخدرات في جامعة ينبسوها فينا احنا وبعدين موضوع الطابع ده مش جديد ولا حاج ده معروف في العالم كله يا سيادت اللوة بدل ما تبرر الكلام شف شغلك وبعدين يعني هو أنا ملاحق على ورايا عشان أسيب شغلي وانزل حليخ مشكلة جامعة الصفة دي يا ريت يا فندم عشان نشوف ساعتك كتير بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك بقالك شهور ومش عارف تحل المشكلة دي اختحمت الجامعة ثلاث مرات ما وصلتش لحاجة ما نبني بس غير وجع الدماغ من أبهات العال دول الموضوع ده لو مخلص يا نجدت مش حيبقى في صلحك وانت فاهم كده طبعا فاهم يا فندم فاهم وده اللي خلاني أجل ساعتك دلوقتي أنا يا فندم عندي خطة ما تخرش الموية ايه الخطة أنا كده تقوله خلصني حاضر يا فندم حاضر احنا هنجيب زابط متخرج من دفعة جديدة ونزرعه في الجامعة وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكة اللي بيجيبه منها المخدرات ونمسكه بهم متلبسين عشان القضية ما سطلعش بايزة والدنيا كلها تعرف ان أنا أقصد ان ساعتك عنهيت المهزلة دي برافو يا نجدت برافو كنت مخب الاختراح الهايل ده فين أنا كنت شغال عريف صمت بساعتك برضو اللي علمتناك كلا يا فندم بس عشان ننفذ الخطة دي محتاجين زابط محنك عريف زابط حديث التخرج بالزابط يا فندم هو ده اللي رعيته وأنا بختاره طب فين الزابط ده ها؟ هو موجود يا فندم موجود بكرة الصبح يكون في مكتبي دلوقتي أنا حتصل للوزارة بلغهم الخطة عشان يهدوا شوية ما نستنى شوية فندم عشان السرية السرية طوريط أه ألو؟ ديني اللي الزارة بطرعة طب اسمعي اللوكتة دي واحدة متهمة عندي في الأداب ابنها بقول لها ماما ماما أنا بحبك قوي يا ماما قالت له خلينا صحابها أحسن تقليلي معالك هنا يا حيوان إنت أسفق أبي أنا لقيت حضراتك اتأخرت قلت يا نعمل شوية تلفونات مهمة شوية تلفونات من تلفون الشو فاهم نفسك إنك في بيكو بحاجة غريبة يا جماعة يلا جهزوا بسرعة وتعالوني مفيش وقت حازم امشي للوقتي من وشي اللي أحسن أنا عفريشت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طاق أشوفك إنتا هتقرفني في البيت وهنا كمان إنتا إيه اللي جابك أساساً مش حضراتك اللي قلتلي تعالى وراي على الإدارة يا أبي قلتلك ميت مرة أبيدي هناك عندوغتك فوزية في البيت هنا عرشات اللي هو فاهم؟ يا أبي قلت لحضرتك ميت مرة إنقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماس يا خاشر حماس إيه وليلت إيه؟ استنى لما شوفك عتعمل إيه؟ في قضية السينما السيارات يا إيه ما تقبطش على واحدة وهي بتردع ابنها ما هو يا أبي بيعرضوا أفلام تردون استنى برا يا حازم استنى برا يا حازم استنى برا يا حازم زي ما حضرتك أمرت مفاضل إن ساعدتك تختار الرجل المناسب للمهمة كويس، فرجونا الصور بقى بصورة بساتي يا رب إيه يا جماعة دا، في إيه؟ أنا عاوزين الزابط نزرعه وسط طلب الجامعة مش وسط مجرمين في سجل إيه دا، ماشي ديه دفعة ألفين الواحد ديه دفعة عرامي ديه دفعة عرامي دينتوا جابينهم، جابينهم منين دول؟ ماشي دا بالذات لأ خالص تشلوه دا مش بس حيبقى وظلم المهمة دا حيموتنا احنا شخصياً ويخوف الطلبة في الجامعة الولد دا شكل وسيء إيه رأيكم؟ زبوتك زبوتك صورته بتنطق اسمه إيه الولد دا؟ دا باسيوني عبد السلام الباسيوني يا فنجم ابن اللي هو عبد السلام باسيوني يا فنجم ايو 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 دا اللي كان عامل أقلق في الداخلية يامك لذنوتو حضرتك عارفو أكيد الملد دا واخد قلب أبوك جامد هو دا تعال يا حازم عمرك ساعة الباشر قول يا حازم انت لسه فاكر زميلك بتوع الدفعة؟ إيه اللي فاكرهم يا فنجم ممكن أوصفهم لك واحد واحد يا فنجم إيه لا مش أوصاف مش للدرجات دي أنا بسألك عن مجريمين أنا بسألك عن دفعتك في واحد فيهم اسمه باسيوني عبد السلام باسيوني 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 يا باشا دا عشرة عمري دا توقم روح يا فنجم ساعدك والله دا عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة دا احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزي يا أختي ساعدك يا أخي وقت صوتك شوية تحت أمرك يا باشا بس لو في حاجة لو أود عملها أقولي يا باشا وأنا أقدمه وودة دفعته وعرف أصرف معاه كويس يا فندم مفيش حاجة أنا بجمع بس شوية معلومات عنه من ناحية المعلومات يا باشا انت جيت لقناة المعلومات كلها الوقت بصراحة فندم باسيوني باسيوني دا بالذات أخلاق وزكاء وابن ناس ومت ربي كويس أوي يا فندم ربي بس ليه باشا ساعدتك يعني بتجمع عنه وفين يا حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات دا وقت يا فندم نعم وقت ايه مين دا؟ في الوقت دا بالذات أوطى واحد في الدفعة تصدق لي يا فندم ساعدتك باسيوني وأخلاقه مش كويسة الله والعلمك يا فندم ولا أنا يا فندم محبش أتكلم على حد وحش انت حتوالي ساعدتك يعني ايه طب فاصلت الدم دم ايه باشا دا ما عندوش دم أصلا باسيوني يا بابا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انا جايب لك مفاجأة كبيرة قوي جايب لك معي السيد مساعد وزير الداخلية شخصيا ومع بنته بنته جولنار هانم بس ايه يا باسيوني صاروخ يا ابني صاروخ تانى يا بابا يا بابا قلتلك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحدة ما شفتهاش قبل كده بس معي ولد دي فرصتة حتى لو حدي دا عشان تتنقل من الواحلة دي وبعدين يا اخي تعالى سالم على عرزتك كيفانهم جاينك لحد حندك يا ظلم ابني الملازم اول باسيوني ليه الشرف ان يجي يسلم على حضرتك تمام يا فاند؟ هذا الشبلو من داك الاسهد اهلا لوحش اهلا باسيوني بك يا باشي يا ابني راح شوف عرزتك يا الله باسيوني حبيبي باسيوني سمح لغير سلام وخورا المم عبه دا راح ارتقى اللي بيحصل دا عب السلام دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فاندم اعتني فالسل بس يا باسيوني ات reality يا باسيوني ب её باسيوني استرده يا باسو tittелей يا حني shelters يلغان طهاب خرقة وامسلام اكيد يا فاندم بتحرف على بعب احاني يا مابا انشف دم السنة بعمل فيه ايه يا بابا بقت البت تنخبطت إمك عامل في البنت ايه يا مسلام مش عارف يا فاندم اكيد فيه شوق تفاهم شوق تفاهم انا من دلوقتي هديك ما فيه سوق معاملة بعد كده شعور يا فاندم ممكن فيه ابات نفسية نفسية ايه؟ بلا نفسية بلا كلام فارغ يلا ابتهم دامي يلا يا بابا وانا بيدينه فرصة تانية بلا فرصة بلا كلام فارغ يلا الكامل العربية بلا يشيل تانية وانا بيا بابا دا جميل وشباكة سريستار يا بابا يلا ابت يلا انجار يودامي انت حكيبني شو عليك اني انت عملته ده ابني ده مساعد وزير الداخلية عارس يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي الواحده كنتو شيلته على راسي لكن جايب لأولاده كلهم اتجوزهم يا ابني ده دفعيتي وانا عارف كويس ده راجل عنيف جدا ومش يسمى حد اي حد يكسر عالب ابنته طب بابا انا راضي زمتك دي فيه هاية كسر دي كله عسفينك انت حرمة بس تعمل كل اللي يجرع لك بابا ده ممكن لنهلك غلعي بشلاتين ولا حتى السلوم ليه يعني يا بابا؟ هو جايزي من جورنان دي يعني مهمة قومية بعدين انت قلتلي ساروخ ودي طلق قاعدة سواريخ في المكان المناسب تاريخ مشرف من العمليات النكحة اقوى شخصية في ضفعته بيخدم فين الولد ده؟ في الاريافة يا فندم لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا اولى به ده من الحسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقة معطوعة عشانه لما نزرعه فوسة العيال دي وشو ما يبقاش معروف خالص تشفت الولد ده؟ ها؟ وياريتني ما شفته يا فندم بس صراحة انا اول ما بصير في وشو خفت جسم عشر لدرجة ان انا فكرت اغيره لا يكون اكبر من المهمة بالعكس وات زيادة هو المطلوب بالزبط انت شوقتني عشوفه يومين اتنين يا فندم واجراءات نقلوا تتم خالص انت لسه بتحبي النجاحة وافضة لحبك طول العمر بحبك 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 ميسك كده نجبس عليهم بقى ونعم فندم وندم بصبر يا زفت خليهم اسخنوا على بعض شوية هنا نتفرق انا مش عارف الحياة من مغيرك كنت هاطيها الفاجة ما تخلص يا عبد الرومانسي ما تتعبناش احنا في صحراء مش في جناد الازمات هنين علي طلوعي لما اوزة يا باشي قبش كده سيخن قوية نيجم عليهم بقى باشي يا ابني مفيش تلبس كده كبيرهم محضر راغي في الطريق العام انا من يوم معرفتك حدوه احنا وفاقش انت فين يا حازم هل تسمعوني حاول حاول الاتصال في وقت آخر حاول انا نجدة يا حيوان هايوة يا ابيه ده الجهاز بيترعش من الفرح حازم تعال في الوقت دفعتك الاسم بسيوني عب سلام بسيوني اللي بيغذب في الارياف ده طبعا يا باشي عاوزك تجبهولي من تحت عطيل الارض ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايلك تجبهولي حيا او ميتا علم يا سعدت الباشا يلا يلا طب والتلبس ده يا باشي يا ابني يسيبك منهم دول عاملين اللي فيها تابر وشريك يورا يلا بابا بابا تأخرتوا ليه يا أولاد عشان عامل ده لانونا وصور رافحة فاني انا مالي يا بابا زي كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى ما تنتحر في ستين دهية ايه؟ عمل ايه التجميل؟ بابا هاتلي جراح في مصر ممكن يجازف ان يشتغل فيها اه؟ هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا بحقنا ابوها ينتقم وبعدين ينتقم بقى احنا بيهمناش حاجة يا بابا ثانية واحدة يا بابا ودي بابا اقفل عشان شكله فعلا انا هنتقم بقولك ايه؟ حازم حازم بسيوني بسيوني الله يحرق سلينك انت فيني يا بابا فاكر يلا ما كنت ملشيشك بالامتحالات او كنت مصر والله وحشتني بسيوني والله وانت كمان انت فاكر يلا ما كنا بنفكلك السرج من تحت الحصار وانت بتنط الحواجل او رهبتك هتتكسر بس مش فاكر يا بابا برضو مش فاكر تتصعبت علي بانزل حاجات ده والله يا وحشني وانت كمان يا بسيوني قولي يا حازم بالحق انت ايه احنا ايه اللي فكرك بايه؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي على الهزار ولا طعفة جاي اقبض عليك يا بسيوني جاي تقبض علينا؟ بجد يا بسيوني لا ولا نب دي لي بقى ايدك شمال وويه اللي جابلك الكلام شاد دي؟ دي بنهله ده في عيد ملادي الف لبأس يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكلي هفكك يا باشا ده انت شكلك عامل مصيبة ولا مصيبة ولا حاجة كل اللي حصل انا احكيه لك اننا نفطت جاوز جورنان عايزين نقولي حلايب وهتمرمك يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب ده موضوع اكبر اللي انت بتقوله قال لي هتقوله حيا او ميتا يا عم ولا اكبر ولا حيا انت عارف الموضوع ده حلو ايه؟ دي بنه وبوك ايه ورد فكلي بقى يا حازم يا ابن انت اطلع قدامي يا فاق يا شوحش تبذوني باشا ابعد لك عشو حلاوة كل يوم كل يوم ابعد لك عشو حلاوة يحيا العزو يحيا العزو قدامي تمام يا فاندم ابعدنا عزابة باسيوني الله يخرب بيتك انت ايه اللي هببته ده انت في ايه في الماء؟ ربتك كرفس؟ ليه بس يا ابي ساعتك قلتلي عايزه حيا او ميتا هنجيبهه لك يا فاندم ههو بدون اي نقطة دم واحدة ساعتك طب وربي قدامي حسابي معاك بعد ايه امشي شفت يا عم اهو زعل ياريتني موقفتك تجيب وربي هازف يا باشا افتحي الاساور بتاعت الباشا يا فاندم اطلع برا يا حازم عليش اه احنا اسفين على موقف البايل ده لا يا فاندم مفيش حاجة احنا خلاص هنبقاه جرنان اخبارها يا فاندم تا حد تبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حلق نه هشد حلق وصلح غلطيتي تماما يا فاندم يعني بس كان ليه رجاء عند حضرتك بلاش حلايب انا اساسا تعبان في الاريال انت باين عليك متعب ولبط ايه اللي انت شايله؟ دي حاجة بسيطة يا فاندم ان شاء الله الف سلامة على بنت سيادة مساعد الوزير هي عينة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ الف سلامة للهارم السغير يا فاندم ربنا يشفيها لصاعتك مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريك ده نجدة؟ ده 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 حاجة بسيطة يا فاندم ده انا الود ودي كنت اشتريك جينيلا بحالها لبنت ساعتك مالها بنت؟ هي مش عيانة يا فاندم؟ مين اللي قالك كلام الفارغ ده؟ الزابط باسيون يا فاندم والله ما عرف يا باشا انك مخل في اساسه هو ليه عب عليك يا نجدة باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه شايف ساعتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عنيه؟ صقر يا فاندم صقر؟ خلاص خلاص انا متفائل بيه والوزارة كلها متحمساله بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب انا عايز نتايج مبهرة التزموا السرية التامة ها.. ده زين؟ تمام يا فاندم على بركة التامة مجدد باشا ينحن يا فاندم ده ملف الزابط باسويني من كلية الشرطة وتقارير خدمته كويس! إيه المشكلة؟ كل التقارير يا فانديم بتقولوا إن...